سمود الجاسمي مندوب جاوية تعليم تطويل مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بكم بارك فيك في مخص المقال نبت في صباحة ونسبة إليك كلمة حول هذا الموضوع هذا مقال كتبه أصحف محمد ذهدية وأمضاه بخطه إذن هو يمثل أراءه ولا يمثل بأي حال من الأحوال يا رأي المندوبية الجاوية ووريد أن أكد على هذه المتعلامة نقطة رفعا لكل التباس هذا الرأي يمثل رأي الصحفي ولا يمثل رأي المندوب المندوب أو المندوبية الجاوية للتربية بتطويل وأكد مرة أخرى على أن النتائج هي قضية شائكة تتطلب دراسة متأنية لمعرفة الأسباب الموضوعية وأن ظاهرة تواضع نتائج في تطويل ليست حديثة العاد وليست ولدة هذه السنة مع العلم وأن لنا دور مراقبة ونحن متفائلون دائما ونتوقع أن تكون النتائج في مستوى انتظاراتنا وفي مستوى الجهد الذي بذلته يعني مختلف الأطراف المتدخلة في العملية التربوية شكرا سيمون لبركي شكرا شكرا